موسيقى الحقيقة أنا كان نفسي خلال هذه الفترة أن يكون كل كلامنا عن المنتخب وعن دعم المنتخب قبل كأس الأمم الأفريقية لأنه بيني وبين حضراتكم هذه الفترة هي فترة مهمة جدا جدا للمنتخب الوطني محتاجا أن الجميع يكون خلف المنتخب لأن العودة بكأس أمم أفريقيا مهمة جدا جدا للرياضة المصرية بسبب أمور كثيرة جدا ولكن بالحقيقة هناك مواضيع غريبة بتحصل ويجب أن يتم التعليق عليها وما يحدث بيحمل علامات استفهام وتعجب إلى ملا نهاية هتقولي زي إيه هقولك أن يكون هناك متحدث رسمي باسم نادي يطلع يناقش قضايا النادي المنافس ليك وتجيب لعب سابق في النادي اللي أنت متحدث رسمي لي علشان يتكلم عن سلبيات النادي المنافس بتاعك إيه الفكرة في المنضوع ده ما هنم ممكن نعمل هنا كده على فكرة بس طبعا ملناش علاقة ولا عمرنا هنعمل كده طول الحلقة سواء المزيع أو الضيف ما بيعملش حاجة لهم بيهجموا النادي الأهلي هل ده نعتبره إعلام كده أعتقد أنه بيبقى فيه حاجة غريبة هو ده اللي حصل أصلا حضرتك ما عرفش حالك أكيد عارف أنه حضرتك متحدث رسمي باسم نادي منافس النادي الأهلي أي كلام تقوله يبقى ناديك اللي قاله يعني هل حضرتكو بتشوفوا الأستاذ الشريف فؤاد بيطلع يتكلم عن نادي الزمالك مثلا لأنه المتحدث الرسمي وظيفته كده إنه هو إذا كان عنده برنامج يطلع يتكلم ويعمل كل اللي هو عايزه ولكن في الإطار المناقشة العامة يعني طيب حضرتك جايب لعب سابق في ناديك وهاتيا تقطيع في الأهلي رغم إن برنامجك أصلا مش رياضي حقك تكشو ماشي تكشو عام حقك هل القناة العامة اللي حضرتك بتعمل فيها وتقدم برنامج هل هذه القناة عندها تعليمات إنها تهاجم من نادي الأهلي مثلا ولا حاجة بتعمل من دم مش عارف الحقيقة لأنه اللي بتعمل في البرنامج أنا وصلني الفيديو وتفرجت عليه حاجة غريبة جد إزاي إدارة قناة بتوافق على هذه الأمور أنا ما ليش علاقة أوكي طالما الكلام طلع يبقى الناس موافقة لكن اللي حصل تخيل حضراتكم طيب تخيلوا حضراتكم إن أول عشر أسئلة عن الأهلي وكلها سلبية سواء السؤال أو الإجابة أنا بتكلم بجد يعني يقول لك إيه السؤال الأول مثلا من ضمن الأسئلة أحمد عبدالقادر عبدالقادر كثير الأزمات ولا كولر مش مقتنع به ده السؤال يعني أحمد عبدالقادر كثير الأزمات ولا كولر مش مقتنع به ما ينفعش تقول إن أحمد عبدالقادر محتاج إن هو مثلا أي كلام تاني كلام فني تحر فهو حيجاوب إيه حيجاوب حاجة من الاتنين يا أحمد عبدالقادر بكثير المشاكل يا أحمد عبدالقادر كولر مش مقتنع به ملهاش حال صح قدي مثلا من ضمن الأسئلة قال لك أصله الشناوي محمد الشناوي مشترط على النادي الأهلي مقابل مادي معين لو ما خدش المقابل ده حايمشي بغض نظر ما هو ده حقه على فكرة ولكن محمد الشناوي ما عملش كده هذه هي الحقيقة محمد الشناوي ما عملش كده فعلا لأنه الموضوع لم يفتح حتى الآن طيب قدي الشناوي وأدي أحمد عبدالقادر طيب معلول قال لك أصل معلول بياخد فلوس كتيرة فلازم إن أدي الأهلي ما يجددلوش فهو هنا بيسخن الناس على بعض وبعدين إيه هاتك يا تقطيع في النادي الأهلي من كل النواحي وبعدين مثلا من ضمن الكلام اللي تقل لنا سمعته في الفيديو إنه قولك إيه مش الأهلي ما بينفعش فيه اللعب المهاري عكس الزمالك أو عكس المنافس مش فهم يعني إيه أساس كابت الخطيب ده يعني مش مهاري لأ سطورة من أساطير كرة القدم أبو تريكا مش مهاري بركات مش مهاري لو قعدت أفكر وأفتكر أسماء كثيرة جدا أمير سعيود على فكرة كانوا جايبينه محترف ومهاري في أسماء كثيرة جدا جدا تقدر الواحد تيجي في دماغه ويقولها ولكن حاجات غريبة الواحد بيسمعها آخر حاجة أو من ضمن الحاجات مش عارف آخر حاجة ولا لأ ولكن من ضمن الحاجات تقال لك إيه أصله الإعلام بيجامل النادي الأهلي إعلام مين اللي بيجامل النادي الأهلي الإعلام مش بيطلع أزمات النادي الأهلي عكس الأندال أخرى الأزمات بتكون دايما في الإعلام أولا إذا كان ده بيحصل فده حاجة لا تسيء للنادي الأهلي يعني هو بيقولها على سبيل الإساءة إن مجاملة والبتاع والكلام ده كله ولكن ما تسقش للنادي الأهلي للنادي الأهلي بيعرف يقفل على نفسه ويحل مشاكله أي حد تاني بلا 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 كلام 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 وخلاص يعني هل المفروض إن حضرتك تجاوب مثلا إن هذه الأندية مليانة مشاكل وأزمات عكس النادي الأهلي مثلا لو فيه أزمة النادي الأهلي بيحلها وفقا للقوانين وتطبيق اللوايح والمعايير عندنا معايير متساوية مع الجميع يعني مش هتلاقي أزمات بتحصل في مدرب يمشي بياخد فلوسه على أكمل وجه لعيب بيمشي بياخد فلوسه على أكمل وجه من ضمن الحاجات اللي اتقالت برضه أصل جماهير الأهلي زعلانة من اللعب الفلاني علشان وقع للأهلي أوقع لنادي أخر وما جاش للأهلي فالجماهير زعلانة وبتهجمه من 2006 طيب ما هو اللي خسرات تعالي حضرتك شوف أحدث لاعب أساسي في الأهلي مين لو قعدنا نفكر كده أول يعني آخر واحد دخل في نادي الأهلي مين أحمد نبيل كوكا أحمد نبيل كوكا عشان أصغر لعب ودخل قريب مع الفرق الأساسي طيب اللي انت بتقول عليه ده كوكا خد ثلاث عالم كاس عالم ولعب في البطولة مرتين كوكا عشرين سنة ولا واحد وعشرين سنة فرق كبير جدا جدا بين أنت تلعب للنادي الأهلي وكل الأندية التانية في المكان التاني مع احترابي كبير وعلى دماغي كل الأندية على دماغي من فوق ولكن أنا بتكلم بجد أنا بتكلم بالأرقام بصراحة هذا البرنامج تكلم فيه موضوعات كثيرة وحاجات غريبة جدا وكان الهدف من الحلقة كلها فقط الهجوم على النادي الأهلي زي ما قلت لحضرتك حينت السؤال أحمد عبدالقادر أزمات ولا كولر مش مقتنع بيه بقيت اللي كده البقية كله كده والبرنامج ده بيطلع يقطع في الأهلي بس ما بيعملش حاجة تانية يعني مثلا ما يجيش يقولك إيه النادي الأهلي استطاع أن يفوز بالمركز ممكن ياخد الخبر يقولك النادي الأهلي استطاع أن يفوز بالمركز الثالث في كاس العالم الأندية ويسكت ما يقولكش مثلا المجهود اللي تم بازده شكرا مبروك كل سنة أي حاجة قول أي حاجة يا سيدي شوية أي حاجة نسيب البرنامج ده